حدد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة تنفيذها وفيما فصل بالأرقام من ضوى منها في الموازنة الاستثمارية توقع تغطية غالبية التكاليف المتعلقة بمشروع طريق التنمية عبر الاستثمارات العربية والإقليمية والأجنبية وقال العوادي للوكالة الرسمية إن ما ورد في البرنامج الحكومي يلزم الحكومة بتنفيذ المشاريع مع وضع أربعة أهداف استراتيجية نصب الأعين تتضمن استكمال تنفيذ مشروع الفاو الكبير وإنشاء شبكة الطرق والسكك لمشروع طريق التنمية عبر ربط دول الجوار بمناء الفاو وأضاف العوادي أن النقطة الثالثة تتضمن إنشاء محطة تحولية لتحلية مياه البحر في البصرة ورابعا وضع خطط متكاملة عن البدء بالإعلان عن المشاريع الاستثمارية والنهوض بقطاع المصافي والصناعات البتروكيموية وتبع المتحدث باسم الحكومة أن الموازنة خصصت 47 تريليون دينار عراقي للجانب الاستثماري ثم تخصيص 147 مليار لتأهيل المستشفيات الكبيرة في جميع المحافظات وحسب العوادي تم أيضا تخصيص 400 مليار دينار لتنفيذ مشروع تحلية المياه في البصرة و600 مليار دينار لتنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع و300 مليار لمشاريع البناء التحتية في الديوانية و107 مليار لتنفيذ مشروع النبراس للصناعات البتروكيموية وأكد أن التخصيصات تضمنت أيضا 280 مليار دينار لصيانة محطات التوليد وتريليون دينار لصندوق التنمية و500 مليار دينار للمحافظات الأشد فقرا وكذلك تحريك المشاريع المتلكئة والتي وصلت إلى أكثر من 1450 مشروعا تم التعامل مع 450 منها خلال ثمانية أشهر فقط من عمر الحكومة الحالية ولفت العوادي إلى أن التكلفة المتوقعة لطريق التنمية ستصل إلى 17 مليار دولار وتوقع أن تغطى عبر ما سيخصص في موازنة العام المقبل موعد انطلاقه وأيضا عبر استثمارات مجموعة من الدول الإقليمية والأخرى الأوروبية وكذلك الصين وصندوق النقد الدولية